السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي على اليوتيوب اليوم سوف اقدمكم وصفة الرز المفلفل او المفرفد ان شاء الله بطريقة جيدة و ستنال اعجابكم اول شي رح نحتاج لكوب من الرز البسمتي رز الكبسي او كوبين من الرز القصير ايا كان نوعه منحطهم مع بعض طبعا مقدار الرز القصير فيك تزودة كيلو وتحط مقابيله كاسي واحدة من الرز الكبسي او رز البسمتي ايا كان نوعه رح نغمرهم بمي دافية لا باردة ولا صاخنة دافية لمدة ساعة كاملة لحتى ياخدوا مدة نقع وحتى بالاستواء ما بيطولوا وحتى ما بيعجنوا عبعض اذا كان الرز اخد حقه بالنقع هلا رح اتركون اذا لمدة ساعة كاملة وبعدين بغسرهم وبصفيهم على جنة رح نحط بوعاء على النار معلقة الطعام من السنة سنة حيوانية رح خليه تصخن شوي واسباب نجاح الرز المفرفت او المفلفل لازم يكون الجدر كبير اللي عم نطبخ فيه ثم يكون عريض كل ما كان عريض كل ما اخدت الحبه الرز استواء وتمدد بشكل مريح رح نزل عليه هون كوب من الشعرية ناعمي او خشني حسب انتو اشو بتحبو رح اقلبها على نار منخفضة لحتى تاخد لون بني ولو اخدت معنا لون بني غامق شوي ما في مشكله رح يفتح لونه اثناء الطبخ مع الرز الرز اللي نقعناه وغسلناه ورفعناه على جناب رح ضيفه هلا فوق الشعرية لحتى ياخد تغليفه وتحميصه مع السمني وهذا سبب كتير مهم بيمنع حبات الرز ما تلتزق وتعجن على بعضه طبعا رح نقلبه على نار منخفضة لمدة 3 دقائق ويكون التقليب بيرفق حتى ما تتكسر حبات الرز وبذكركم لتاخدوا رز مفلفل ومفرفد لازم تطبخوه بوعاء او جدري كبير او طنجرة كبيرة بيخلي الرز اذا يتمدد وتنفش الحبي برياحه وما تعجن هلا رح نضيف الملاح حسب الرغبة هذا الشكل هلا رح نضيف المي للرز طبعا معروف كل كوب من الرز بياخد كوب ونص من المرأ او المي مي صاخني مغلية انا عادة ما بقدر المي بالكوب بقدره تقدير يعني بعمل ارتفاع نصف اصبع صغيري فوق مقدار الرز اللي حاطته وهيك بيطلع دائما معي تمام بس عرضت مقدار المي لكل كوب من الرز حتى يلي عم يتابعو وعم يتعلمو جديد يشوفو بالكوب قديش بيساوي هلا رح نتركو على نار عالي لحتى يبلش يغلي معنا نحاول نعملو تحريكي بشكل شاقولي بالمعلقة حتى تتوزع المي عكل انحاء الرز هلا من غطي ومنوطي النار النار خلوها هادي جدا يعني شمعة على مهلو ياخد استواء وتنشف المي وهيك ما بيلزق معكن وبتتفرفد الحبات هلا بعد مرور ربع ساعة على طبخ الرز رفعت الوعاء ورح اعملو فحص بالمعلقة شوفو كيف المعلقة وقفت معي دليل انو المي نشفت وكمان اخد استواء رح شوف الاطراف كمان قدامكن استويت كلا ياتا هلا رح طفي النار وغطي وارفعو على جنب وهلا بدي اعملو تقلاي معلقة الطعام من السمني مقلاي على النار رح نحط معلقة الطعام من السمني رح انسخنا نقضحها منيح بعدين رح انحط فوق الرز بعد ما طفينا عليه ونشفت ميته طبعا ممكن تحطو زبدي معلقتين طعام فوق الرز لكن نحنا تعودنا على كوية السمني النهائي للرز او البرغو الاول الفريكي تعطيها طعم طيبة وحتى تفرفد رائع يعني بتصير كل حبي واختا مثل ما بيحكوا اهلنا هلا منغطيه والبخار المتصاعد منحبسه داخل الجدر ومنغطيه بوعاء ومنخليه لمدة خمس دقايق مغطة بدون ما نكشف عليه وهيك بتحصل على الرز مفرفد وبيجنن هلا رح اشوفكم قوام الرز بعد ما خلينا الخمس دقايق مغطة بعد ما وضعنا السمني هلا بدنا نحرك الرز من تحت لفوق مشان كله يكون متجانس مع بعضه يعني احيان بيكون مع الطبخ الشعري متجمع بجهة والرز لحال هيك نخلطهم مع بعض بالراحة ومنحاول نفرفدهم بالمعلقة شايفين مانو رزقان ولا مكتل وازا شايفين مبين الحب كله رز طويل الرغم انو انو حطيت كاسي واحدة رز كبسة وكاستين من رز القصير حتى لو عملنا كيلو رز قصير بتحطي كاسي واحدة معهم رز طويل ونفس النتيجة صدقوني وبيطلع معكم رز الفلفل ومفرفد وبياخد العر هلا رح اشوفكم كمان قاع الجدر اللي طبخت فيه الرز كيف ما نلزقان فيه ولا حبة رز لانو انطبخ على نار شمعة ما اخد وقت كتير بالطبخ لانو نقع لمدة ساعة كاملة مهما كان نوع الرز نقعي مدة ساعة كتير منيح الجدر لازم يكون كبير متل ما حكينا لحتى تاخد حبات الرز استواء بشكل مريح لازم تتغلف حبات الرز بالبداي بمعلقة السمنية تتغلف كل هذا بيأثر بنجاح الرز كانت وصفتي لقلكون اليوم الرز المفلفل بالشعرية بتمنى يكون عجبكم واستفدتم من الملاحظات البسيطة والمهمة لنجاح الرز هلا ازا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملو مشاركي ولايك وتعملو اشتراك بقناتي وان شاء الله بشوفكم بوصف جديدي السلام عليكم اشتركوا في القناة